ونقلت شبكة سينا ان الامريكية عن مسؤولين ومصادر الامريكية وما الاربعاء انه مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لوفاة الجنرال الانراني قاسم سليماني وخوفا من الانتقام قررت الولايات المتعدة اخلاء بعض موظفيها مواقعا من السفارة الامريكية في بغتاد ومن توقع ان يستمر الاخلاء المواقع حتى منتصف يناير من العام المقبل وبحسب ما نقلته كارتو الانباء الفرنسية افاد مسؤولين الى قيان كبيران مساء الاربعاء ان بعض موظفي السفارة الامريكية قد انسحبوا بالفعل يذكر انه في الثالث يناير من هذا العام قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في غارة حيوية جوية امريكية خرج مطار بغتاد الدولي في العراق